فرحبا حضركم مرة تانية لسه البيت الكبير مستمر مع الكابتن معتز إينو اللي مشارفنا النهاردة ويمكن النهاردة احنا عايزة ابدأ بمشاركة النادي الاهلي الحقيقة في الحدث التاريخي ده ويمكن النادي الاهلي النهاردة عقد ان هي كابتن معتز والعزم انه المشاركة دي بالنسبة له مش تمثيل مشارف فقط فعايزك تعلق على جزئية دي تحديدا والكلام اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بتشوف ازاي مشاركة الاهلي كمان في المونديال السناني بص يمكن الاهلي بقاله فترة ما راحش كاس العالم يعني في المونديال واكيد اللعيبة كلها مركزة وراحة عندهم يعني مسئولية فيه ناس تقولك البطولة دي مثلا مش مهمة أو حاجة دي تكريم يعني البطولة المفضلة بطولة أفريقيا بس ده يعني واضح من كل التصريحات بتاعت المدرب أو اللعيبة وكنت بكلمش النووي أول مبارح فالموضوع لا يعني تحس اللي السنة دي رايحين عايزين يعملوا حاجة يعني كله مركز مش مش هقول أسماء لكن كل اللعيبة مركزة البعثة كلها مركزين اللي هم عايزين يعملوا حاجة السنة دي مش عايزين يكونوا ضيوف شرف ده كل التصريح اللي هي بتطلع منهم كلعيبة فدي في حد زيته حاجة كويسة اللي هم عايزين يعملوا حاجة في أول مرة لعيبة موجودة دي الوقت في النادل آلي هتشارك في عيس العالم فدي برضو عايزة يعني كل واحد عايز يعمل لنفسه سي في أو يعمل لنفسه اسم من خلال كاس العالم اللي هو بعد حتى ما يبطل لا أنا شاركته حصلت مثلا على مركز متقدم فكل الفرص متاحة لكل اللعيبة دلوقتي سواء اللي لعبوا قبل كده أو اللي ما لعبوش فأعتقد اللي إن شاء الله واضح اللي هيعملوا حاجة من خلال تصريحاتهم وتركزهم كنت أتمنى للمباراة الأخيرة تبقى دافع لهم أكتر من كده ويكونوا راحين وهم كسبانين بس دي كورة القدم مباراة بيراملز لكن في الأول في الأخر دي بطولة ودي بطولة فلعبت الأهلي عندهم يعني من العقلية اللي هما يفصلوا بين الدوري خلاص قفلوا الدوري ودلوقتي عندهم بطولة تانية خلاص بتاعت كاس العالم فإن شاء الله ربنا يكرمهم ومتوقعين كلنا اللي هما يعملوا حاجة كويسة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ويمكن أول مباراة لنا مع الضحيل القطري تفتكر يا كابتن بتفرق شوية للمواجهات الأولى أنك تواجه فريق عربي من اللي حصل في ألفين مثلا ألفين وخمسة وأول مباراة مع التحاد السعودي كنت شايف إنه ممكن جدا يكون من الأفضل للنادي الأهلي أو كلعيب حط نفسك مكان لعيب إنك ما تلعبش الأول منتخب عربي وإنك تلعب مثلا منتخب على منتخب أسيوي منتخب أو نادي آسف على بطل أمريكا الجنوبية بتفرق إنك بتقابل منتخب أو نادي عربي في الأول دي تفرق على مستوى النفسي حتى بعيد عن الفنيات أكيد طبعا ما فيش شك يعني كلنا عارفين الأسيوي وأمريكا اللاتينية والحاجات دي برضو لحد ما صعبة وبيبقى عندهم يعني محترفين كتير جدا لكن لما أنت حتى بتسمع عربي دي في الأول أنت بتعمل ارتاحية حتى للعيب شوية اللي أنت برضو بيبقى المستوى متقارب رايب منك هم برضو بيبقى عاملين حسابك أنت بطل أفريقيا لكن التانيم يعني بالنسبة لهم أنت عادي لكن عرب مع عرب بيبقى الموضوع يعني مختلف آه بيبقى مختلف وطريقة اللعبة متشابهة شوية فأعتقد اللي دي يعني حاجة كويسة بتبقى في صالحنا إن شاء الله وأنا متوقع اللي إن شاء الله نكسب المباراة الأولى رغم اللي الناس كلها بتتكلم على الدحيل اللي هم مدعمين بشكل كويس وجايبين صفقات كويسة وعندهم لعيبة كويسية لكن أنا إن شاء الله يعني عندي يقين اللعبة هتأدي بشكل كويس ويبقى عندهم دافع وحافظ في المباراة الأولى اللي هم عايزين يعدوا وخصوصاً اللي عندهم أمل اللي لو عدوا المباراة دي هيلعبوا بير ميونة فدي في حد ذاتها يعني ها دي بطولة تانية خالص تارجد تانية تارجد تانية